أعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسر حمود الصباح والدكتور بثين المضف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة حول آخر تطورات ومستجدات الوضع الوبائي العالمي خاصة مع الانتشار المتسارع للسلالات الجديدة من فيروس كوفيد-19 وتزايد أعداد المصابين وارتفاع حالات الوفاة في العالم واتخاذ كثير من الدول لإجراءات وقائية احترازية قاسية للحد من انتشار الفيروس كما أحيط مجلس الوزراء علما بالوضع الصحي في البلاد الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا بأعداد حالات الإصابات وأعداد حالات دخول المستشفى ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة موضحا للأسباب المؤدية لاستمرار انتشار الوباء في دولة الكويت خاصة بين المواطنين ومن أبرزها السفر للسياحة والتجمعات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية في الأماكن الخاصة كما عرضا على المجلس الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب تطبيقها للسيطرة على الوضع الوبائي في البلاد بالإضافة إلى جهود مبدولة من قبل وزارة الصحة للاستمرار في تنفيذ خطة التطعيم حسب مراحلها وفئاتها خاصة بعد وصول اللقاح الجديد أوكسفورد المضاد لفيروس كوفيد 19 والمرخص من قبل منظمات الصحة العالمية وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزرية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي أولا بناء على قرارات السلطات الصحية إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفي بالطلبات الخارجية والتوصيل إيقاف العمل بالأنشطة التالية الأندية الصحية محلات العناية الشخصية الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية وقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام وتجهيزات الغذائية وغيرها تمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية تكليف الجهات المعنية كلا في مجال اختصاصه بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل به اعتبارا من يوم الأحد الموافق السابع من فبراير 2021 لمدة شهر قابل للتمديد ثانيا منع دخول البلاد لغير القويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق السابع من فبراير 2021 ولمدة اسبوعين فيما عاد أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة بالسلامة يطبق الحجر المؤسسي لدى احدى الفنادق المحلية على كافة القادمين إلى البلاد لمدة سبعة أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل بمنصة كويت مسافر على أن تستكمل مدة الحجر المقررة سبعة أيام أخرى في المنزل ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من فبراير 2021 ولمدة شهر قابل للتمديد وتكليف اللجنة الفنية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع وزارة الإعلام لوطع القرار حيز التنفيذ ثالثا تكلف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات جزاءات على مخالف الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الجاد والامتثال للإرشادات والاشتراطات الصحية الوقائية وعدم التهاون بها للوصول إلى الأهداف المنشودة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه بإذن الله مؤكدا بأن الالتزام بهذه التعليمات والإرشادات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية والمباترة في أخذ اللقاح المضاد للفيروس هي العناصر الرئيسية للعودة الأمنة للحياة الطبيعية سأل المولى عز وجل السلامة للجميع بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تضرر أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من تدعية أزمة جائحة كورونا أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل عبد الرحمن المدنج مجلس الوزراء علما بقرار مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تأجيل الأقصاط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التأجيل الثاني على أن يتم دراسة هذا القرار عند انتهاء الستة الأشهر الأولى وذلك للنظر في إمكانية استمراره أو توقيفه وفق المقتضايات والتداعيات الراهنة في حينها وذلك حرصا على مساعدة مبادري الصندوق الوطني على التخطي العقبات التي يواجهونها لحين تعافي الأزمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تعاني منها دولة الكويت والعالم أجمع والتي كان لها أثر سلبي على أغلب القطاعات الاقتصادية وخاصة فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة اشتركوا في القناة